نروح لنشرة أخبار الدوريات العربية اللي بنقولها لحضراتكم يومياً وفيها أخبار مهمة جداً ونبدأ كالعادة بالدوري السعودي يلا بنا الهلال السعودي بيسقط أمام السد دي البطولة العربية الأول قبل الدوري السعودي الهلال السعودي يسقط أمام السد القطري بسلاسة أهداف مقابل هدفين المبرادة كانت جامدة جداً جماعة 2-2-1-93 قدر السد القطري يسجل الهدف الثالث هدف الفوز القاطل جداً قدام الهلال الوداد المغربي تعادل مع أهل ترابلوس الليبي في المجموعة الثانية والشرطة العراقي تعادل مع التراجل التونسي دون أهداف والتحاد جدا يتأهل رسميه إلى ربع النهائي بعد الفوز على الصفاقسي التونسي في الدوري السعودي أهل جدا يعلن التعاقد مع الفرنسي سان ماكسيمان قادماً من يوكاسل الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026 وطبع الأخبار دي بالنسبة لكم بقيت عدية يعني ساد يوماني بيستعد لإجراء الفحص الطبي تمهيداً للانضمام إلى نادي النصر بعدما أعلن باير ميوني غيابه عن مباراة الودية أمس بسبب محادثات مع ناديه الجديد اللي هو النصر والهلال يتراجع عن التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصري بص بقى بص بقى دي بص بقى دي الهلال يتراجع عن التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصري نجم المنتخب المغربي في كاس العالم وطبعاً نجم فريق أشبلية ده ليه بقى؟ عشان الجماهير الهلال زعلت وتنرفزت وتضيقت إن انت رفعت سقفة محاطي لميسي ومبابيه وبعد كده كيب لي يوسف النصري يوسف النصري ده جامل يا جماعة واحد من أحسن المهاجمين في العالم يعني مش بس مهاجم مغربي جامل بس أنت قلت له هتجيب لي ميسي ومبابيه فخلاص أنا مش هاخد يوسف النصري باريس سان جلمان باريس سان جلمان بيرفض التفريد في مدافئه البرازيلي ماركينيوس رغم العروض السعادية المغرية في الدوري المغربي أوليميك أسفي يعني التعاكد مع المدارب التونسي منير شبيل لتعويض رحيل المصري طبيع مصطفى بنهاية الموسم ونهد البركان يعني التعاكد مع عمر العرجون قادما من الفيصالي السعودي بعقد المدة 3 مايس وفي دوري الجزائر الشباب بلزداد يعني التعاكد مع لعب الوسط المالي مماضه سماكي قادما من بنزارتي التونسي ومردات الجزائر يعني التعاكد مع سوفيان بيزيد قادما من اتحاد خانشالة حتى 2026 وهذه هي أخبرنا العربية